بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون سوف أحدثكم اليوم في هذه الحلقة من حلقات برنامج أخلاقنا عن موقع الأخلاق من الشريعة الإسلامية والموقع هو المكانة ولا شك أن للأخلاق في شريعة الإسلام مكانة لا تضاهيها مكانة الأخلاق في أي شريعة أو دين أو حضارة أخرى بحيث تستطيع أن تقول إن الحضارة الإسلامية هي حضارة أخلاقية وإذا اقتربنا من المصوص الشرعية نجد عشرات الآيات والأحاديث النبوية التي تؤكد على ذلك من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حديث كلنا نحفظه لكن أنا أريد أن أقول إن هذا أسلوب قصر كما يقول الغويون أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الغاية من رسالته على أن يتم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على أن يتمم مكارم الأخلاق وطبعا لابد أن لا ننسى أن في رأس ومقدمة مكارم الأخلاق أن لا تعبد إلا الله أن توحده وحده لا شريك له ثم بعد ذلك تسير المسألة من الأهم إلى الأقل أهمية حتى تصل في شعب الإيمان إلى إماطة الأذى عن الطريق وهو سلوك أخلاقي بحت ولكنني أذكر هنا أن الذي جمع بين توحيد الله عز وجل وبين إماطة الأذى عن الطريق إنما هو النية أنك تنوي بهذا وهو التوحيد قمة سنام الدين وبذلك وهو إماطة الأذى عن الطريق وهو السلوك الطبيعي العادي الذي جمع بينهما أنك تنوي أنك تفعل ذلك لوجه الله عز وجل وهذه إحدى أهم النقاط المضيئة للأخلاق الإسلامية لأخلاقنا عن سلوكيات وأخلاق غيرنا من الأمة أننا نفعل أخلاقنا التزاما أو ابتغاء لمرضات الله عز وجل وأننا نصحح النية ونضع في نوايانا وفي قصودنا أننا نريد بذلك أن نرضي ربنا فالخلق الذي نسلكه في حياتنا الهدف منه أن نرضي ربنا وليس أن نرضي الناس أو أن نحسن ما بيننا وبينهم فقط إنما يأتي في المقدمة إرضاء الله عز وجل عندما يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإنه يعطينا عنوانا لأهمية ومكانة الأخلاق في الإسلام وعندما تحدث القرآن عن رسوله صلى الله عليه وسلم قدم في هذا الحديث قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وسوف نرى بعد ذلك كيف أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما وسنرى بعد ذلك كيف أنه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحسنة وسلوكياته الطيبة وتصرفاته السمحة صلحة بذلك أن يكون الأسوة والقدوة الحسنة لنا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من كتاب الله وبما أوحي إليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما سلكه هو في حياته وعلمه لأصحابه يعطينا هذا الدرس الخالد أن مكانة الأخلاق في الإسلام لا تدانيها مكانة أخرى الأخلاق في الإسلام أيها الأخوة الكرام ليست مجرد سلوكيات بشرية يخطئ الإنسان فيها ويصيب إنما هي أفعال تعبدية ترفع صاحبها إلى مكانة عالية كما ورد في السنة إن الإنسان المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصوام القوام درجة العباد درجة المتصدقين درجة الحجات درجة المجاهدين يبلغ بذلك يبلغ بذلك الخلق الحسن هذه الدرجات العليا من الجنة إذن الأخلاق هي طريق الأخلاق الحسنة هي طريق مضمون إلى الوصول إلى الدرجات العليا في الإسلام هي طريق مضمون إذا أحسنت النية وتوجهت إلى الله عز وجل بنية خالصة صادقة هي طريق طريق مضمون إلى الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى موقع الأخلاق من الإسلام إذن موقع لا يدانيه موقع ومكانة لا تدانيها مكانة وأنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى قبل البعثة حريصا على الخلق الحسن وانتقى صلى الله عليه وسلم من بين ما كان ينتشر بين العرب من أخلاقيات انتقى الحسن منها والتزم بها كحلف الفضول كان هناك حلف يشترك به فيه بعض الأخيار من العرب قبل الإسلام يسمى حلف الفضول من شأنه هذا الحلف أن ينصر المظلوم وأن يجلب الحق للمظلوم من الظالم وأن يساعد المقهور وكان هذا الحلف مبنيا على بعض القيم التي كانت موجودة في الجهلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحلف هذا حتى قبل البعثة قبل البعثة كان هناك أخلاقيات حسنة موجودة عند العرب أحبها النبي صلى الله عليه وسلم والتزمها ونزل الشرع الحنيف يؤيدها ويدعمها ويعتبرها جزءا من شريعة الإسلام لأن الإسلام حيث هو توجد الأخلاق الحسنة وحيث الأخلاق الحسنة يوجد الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته